ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون دخل النار ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الحق والباطل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليفرق بين الحق والباطل الدين يا أخواننا ما فيه مجاملة ولا فيه قبليات ولا فيه شرف ولا نسب إنما الدين بالعمل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أمر فقال وأنذر عشيرتك الأقربين النبي عليه الصلاة والسلام ناد في قومه فعم فيهم وخص وقال يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شيئي لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم فأقول لا أغني عنكم من الله شيئا يبقى أهم حاجة يا أخواننا في الدين هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الدين كاملا ما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين الجباو كامل لن تدخل الجنة وما حققت الشرط لشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة الفرقان ركز معي شوية ربنا قال في صورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه ربنا قال في نوعيات من الناس يوم القيامة حيندمه انت في الدنيا هنا لما تتحسر على أمر من الأمور بتعضي أصبعك لكن دا يوم القيامة بعضي الدين ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ريت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فلانا دا أطاعوا أخلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي ذل في رأسك أطعت أخلت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتندم هذا الندم قال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو خذولا ولذلك انت تطيع كلام الله وكل من كبر شوف لو بقت ياخل الأنبياء لو ربنا بعثهم حيتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ولذلك مهما علت مكانته النبي عليه الصلاة والسلام وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شايل له ورق من التوراة قال وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال أومتهوكون فيها يا ابن الخطاب إنت شاكين في الدين الآن جيتكم به والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران عليه السلام كان حيا لما وسعه إلا اتباعه ولذلك موسى عليه السلام في الغرآن في سورة العراف ربنا سبحانه وتعالى ذكر وحكى قوله قال موسى عليه السلام قال وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ربنا قال قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يبقى أخواننا أنبياء مع عظم مكانتهم ربنا أخذ عليهم الميثاق إن لو بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يسمع كلام ويطيعه ده واحد كويس عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل حاكما بشريعة منه بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال إلى آخر الحديث أشائد من الكلام إن ما في زل بيسع أن يخرج عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارتفع الصحابة رضي الله عنه الصحابة دل مرتفعوا إلا بيتعظيمهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كويس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لصحابي كلام لو قال له كلام تاني ما بغيره في صحيح مسلم الحديث حذيفة قصة غزوة الخندق النبي عليه الصلاة والسلام لما غزوة الأحزاب وحاصروا المدينة إلى آخر وربنا أرسل عليهم ريح وجنودا لم تروها النبي صلى الله عليه وسلم قال من يذهب فيأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة وكان البر الشديد والجوع شديد والموقف عصيب ورياح وهكذا فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فلم يقوم أحد فلما قالها الثالثة قال لما قال التاني يوم أفزل قام قال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم البر الشديد كويس؟ قال بعد شوية الرسول صلى الله عليه وسلم لما رسلوا قال ليه اذهب وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي أو قال ولا تحدث شيئا يعني بس جيب الخبر تعال فذهب حذيفة رضي الله عنه ولما وصل إلى عسكرهم وجد أبا سفيان وكان رئيسهم قبل إسلامه رضي الله عنه كويس؟ قام شال السهم وخطاه فيه كبد القص وأراد أن يرميه به قال فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي النازل ما تعمل حاجة قال فتركته لما انتركوا حصى شنو؟ ها؟ لما انتركوا دخل الإسلام ولذلك يا أخوانا ها؟ يعني سبحان الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الفائدة العظيمة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من الخير ما فيها ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ولذلك جاء في حديثي الإمام مسلم من رواية تميم ابن أوس الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه كان يعني رقب سفينة ولعب بهم الموت شهر كامل والسفينة انكسرت بيهم كويس ويعني وصلوا جزيرة معينة في هذه الجزيرة وجدوا أنها جزيرة المسيح الدجال الجزيرة بتاعت المسيح الدجال دي ألقوها ما عليش ركز معي شوية الجزيرة بتاعت المسيح الدجال دي لقتهم في البداية دابة خلق عجيب صعب قال فذهبوا بهذه ذهبت بهم إلى المسيح الدجال فوجدوا رجلا مغلولا يديه ورجليه ورأسه بين ركبتيه مغلول كويس وزول عظيم الهيئة وعظيم الخلقة فقالوا له من أنت إنت منوه المئم قال لهم أنا عندي لكم مسئلة إنت قال لهم من وين قالوا نحن قوم من العرب ركبنا البحر السفينة انكسرت واجينا الجزيرة دي ويعني لقتنا دابة خفنا أن تكون شيطانا فأتت فأتت بنا إليك قال أنا دار أسألكم عن أمور سألهم عن أمور عن بحيرة الطبرية وعن نخل بيسان من هذه الأمور التي سألهم عنها قال ما فعل نبي العرب ركز معي الكلام ده مهم شديد قال ما فعل نبي العرب أو قد بعث إليه قالوا نعم قال فما ما حصل قال قاتله من يليه فظهر عليهم فأطاعوه يعني قاتلوا قوم وقاتلوا من نبي عليه الصلاة والسلام وظهر عليهم كويس وأطاعوه كلهم دخلوا في حكم فقال المسيح الدجال أدي أخوانا كلمة والله الزول الصحي دائر الجنة ودائر درب الله ده عديل قال لي امسك في الكلمة دي كلمة قال الزول كافر لكن ربنا سبحانه وتعالى مرق من خشمه حتى تكون حجة للمسلمين تتحير من كثير من المسلمين الزول تقول لي الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال برضو تاني داري غالب كويس الإمام مالك رحمه الله كان بقر الناس حديثا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد شوية جزنبور الزنبور دا أداه بضعة عشر لسعة الإمام مالك ما قطع الحديث قال لغاية ما انتهى فعلاه العرق فقال انظروا ما الذي أصابني قال فوجدناه شنو ها زنبور لسعه بضعة عشر مرة قالوا له ما حملك على هذا الخلاك تواصل شنو قال ما كنت لأقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخونا ما هو الموضوع ما انك تسمع سيرة الرسول صلى سلم بس تسمع السيرة والطبقة كويس قال الإمام مالك ماشي في شوارع المدينة واحد يسأله يقول له المسألة دي كيف يقوم يوريه يقول له طيب الدليل شنو الدليل معنى شنو معنى يجيب آية ولا شنو ولا حديث قال الإمام مالك كان دليل حديث وما كان شنو ما كان متوضي قال فنزل فتيمم ثم أخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده ربنا قال في سورة الحجرات الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون زول قال لك حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تجد مش الموضوع ترد الحديث ترد الحديث ده موضوع طويل لكن بس ترفع صوتك ساكن تدخل في هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ربنا قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر أجر كريم كويس الإنسان إذا عرف الموضوع ده في أمور مهمة تتمثل فيها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور أن يمتثل أمره أي يزول بيدو حديث بيقعد يتلكلك ويكورك ويقول لك يا زول الكلام ده ما بينفع معي ده ما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يخشى عليه أن تحبط أعماله ده واحد اتنين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك المحلة دي ما تمشيها إذا أنت مشيت أنت ما أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنت بتدخل في الحديث القبيل بدي نبيه والكلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أنت أبيت يا أخوانا ده كلام يا أنا ولا ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا تصديقه فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا في عذاب قبر إذا ما تتفلهم برأسك وتقول عذاب قبر ماف كده أنت شنو أنت مكذب والعياذ بالله للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا أخوانا دمنا الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها الناس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره وتصديقه في أخباره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي دين ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم دمى دين أي دين ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم دمى دين سواء كان ذكر ولا كانت صلاة ولا كان دعاء ولا كان أي حاجة بتتقربها لأله دار ربنا يديك على أجر وليس عليها دليل من السنة دي أخوانا شنو؟ دي باطلة الدليل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم شوف الآية دي استدلباء الإمام مالك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الإمام مالك عليه رحمة الله فما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دين يعني إتعارف الزولة بجيب له حاجة جديدة بدعة اخترع من راسه دمعناه معناه قال شنو؟ معناه قال ده لسان حاله بقول كده وإن ما كان قال بلسانه ده معناه يا رسول الله نحن عرفنا حاجات إتا ذاتك ما حصلت أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا أنا ما بقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة ولا ما بلغه لو قلت بلغه أدينا الآية ولا الحديث لو قلت ما بلغه معناه الرسول صلى الله عليه وسلم غش المسلمين وكتم الرسالة ولا كيف يا أخواننا موش هو كده وربنا سبحانه وتعالى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ربنا قال والله يعصمك من الناس يعني ثاني حاجة يخاف مننا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو ما في ده نمرة واحد نمرة اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت ما في زول ما بكون خايف لكن داير شنو داير قروش داير أجر داير الدوه الرسول صلى الله عليه وسلم ما داير حاجة قال أوتيت و أوتيت الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر والأبيض داي شنو الدهب والفضة وعلى هذا أي زل يرد حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعلى ضلال ولا دار لا نغاش ذاته الإمام الشافع عليه رحمة الله واحد سألوا برضو في فتوى جاوبوا قالوا في دليل أي قالوا أدهوا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب يا إمام أنت بتأخذ بالحديثة يعني الحديثة أنت ذاتك شغال به فغضب منه الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال له أتراني نصرانيا أنت شاهدنا أنا نصراني أتراني أشد على وصل بعلامة أهل الذمة في ذلك الزمن رفت أقول بحديث رسول الله صلى الله أسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به شكرا قال الأئمة الأربعة ديلي تقال ربنا وفغ الناس اتبعهم ساكن الإمام أبو حنيفة قال إذا رأيتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط قال قولي ده شيلوا واجدعوا شنو في عرض الحائط الإمام أحمد عليه رحمة الله قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا ده مش معنا يا أخوان إنه كلام الأئمة ده كل ما نافع نجدعه لا الكلام معناه إنه أي قول للأئمة ما وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم شنو ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء بقولوا وهذا قول الإمام يعني هو وما قال بالحديث كويس والحديث خالف كلامه في المسألة لأنه خفي عليه الحديث أو لم يروه أو إلى غيرها من الأعذار فيكون مذهب الإمام الحديث ليه لأنه حذر الناس كويس ولذلك أخوانا دي مسائل مهمة جدا في هذا الموضوع وعلى هذا ينبني دين المسلم شوف أنت في عقيدتك تكون زي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت متنادي لك زول مع الله ولا أحد يستطيع أن يجيبك مع الله شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يونس للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاهم أبي قاع في كلام زي دا فإذا كان دا تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا تكون زي عقيدتك زي ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أي لإن جعلت لله ندا ومساويا ونظيرا تدعوه مع الله وترجوه مع الله وتعتقد أنه يهب الذرية ويعلم الغيب وهو إلى آخر ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى يقول ليحبطن عملك أي ليفسدن وليذهبن أجره وعملك دا عمل منه لا عملي أنا صلاتنا المجهجة وصيامنا المجهجة وكلامنا المجهجة لا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر على الأذى في دين الله ربنا قال ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولذلك أخوان نشوف من الغش للمسلمين إنه زول يموت على عقيدة في غير الله سبحانه وتعالى ويرجو أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أحق الناس أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه والله لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على هذا الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا ونحن أخوانا لما يعني كثير من الدعاة لما أو الناس يسمعوا أنه الدائع يقول لك ما تشرك بالله يقول لك شايف اتهمون أبا الشرك يا زوال ربنا قال لإبراهيم عليه السلام دا إمام من أئمة الموحدين ربنا قال لإبراهيم عليه السلام أنا دار أرفعه وعند لك وصية عندي بد دائرة تبني لي عشان الناس يطوفوا بيهو ويحجوا له لكن عند لك وصية ربنا قال في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بيه شيئا دي الوصية والرصاح السلام يقول له كده وربنا في سورة الأنعم يذكر 18 نبي ويقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عليك الأخوان ما من الغش إتتلقى لك ذو المعوق راسه مفلوك ودمه شاره وخلاص بدأ يفقد الوعي ومعوق فيه أصبعه ده كويس والدم كابه دم الأصبع وجدت تشتغل في الأصبع وخليت الرأس انت غاش ولا ما غاش ما غشيته ولذلك يا أخوانا أهم أمر يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر العقيدة عقيدة نظيفة في الله سبحانه وتعالى وحده أنت إن شاء الله تكون سعيد وأنت تكون من أدباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تكون من الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يرزقنا ذلك إن شاء الله نفتح باب للأسئلة إذا كان في بعض الأسئلة نجاوب عليها بمعالم نيش كويس طيب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم العلماء يا أخوانا تكلموا عن مسألة التوسل طبعا التوسل لو رجعت له قواميس اللغة والمراجع التي تخصصت في المعاجم لفظة التوسل معناها التوسط للغير كويس؟ يعني أقول لك يا أخي المسؤول الفلان ده عليك الله أمشي ليه لكي يشغل ولديه ده اسمه شنو؟ اسمه التوسل والتوسل في الشريعة في القرآن ذكر في آيتين آية في صورة المائدة وآية في صورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله كويس ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا روى الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوسيلة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة كويس التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ده ذا التعريف بعد ذاك بوريك مسائل في التوسل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء مشروع وفيه شيء ممنوع إذا قصدت نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا الله بمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم دخل ولدي الجامعة الكلام دا ما فيه حاجة ليه؟ لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صالح ولا ما صالح؟ عمل صالح وفي القرآن ربنا قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أها فاكتبنا مع الشاهدين ده توسل شنو؟ مشروع وجائز كويس في توسل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه في حياته صلى الله عليه وسلم عرفتها؟ وداء المذكور في القرآن الآيات التي تتكلم عن المنافقين ها يعني وتحض 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 على أن لو أنهم استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا رحيمة وغفورا رحيمة كويس الآيات دي بتتكلم عن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه وسلم يدعو للزول كويس ربنا يجيب دعاوه كما ثبت في الصيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ده نموزج الناس دائرين المطرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة جاء عرابي دخل المسجد قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء الناس إلى آخر فادعوا الله لنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء قال أنس وما في السماء من قزع يعني قطعة صغيرة بتاع السحاب في السماء ما في بيضوصافي قال فدع النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كثيرة آه ثلاثا وكان إذا دعا دعا ثلاثا قال فوالله ما نزل من المنبر حتى نزل القطر على لحيته عليه الصلاة وسلم فدا توسل بشنه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ده الأول قلنا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته الثاني بشنه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ده خاص به بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكذا ربنا قال في صورة النساء ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحمة ابن جرير الطبر عليه رحمة الله قال هذه الآية في المنافغين آيات كثيرة بداية الصفحة بتقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوط وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً دعيداً وإذا قيل لهم تعالوا دل المنافقين إلى ما أنزل الله إلى القرآن وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحمة عشان كده إمام المفسرين الطبر عليه رحمة الله قال هذه الآية نزلت في المنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفروا الله والرسول عليه وسلم يسأل لهم الله إنه يغفر لهم ده النوع الثاني من شنو؟ من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في توسل تالت وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته رفتها؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كأن يقول رسول الله وسيلتنا أو بيجاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وده يا أخوان ما فعله الصحابة إجمع الصحابة ما فعله دليله حديث البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وده يا أخوان دي مسائل الناس إذا تنازعت فيها ترجع للقرآن وإلى السنة مسائل ما يعني المسلمين لو ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وشم وأحسن تأويل جاء جاءت سنة صعبة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج إلى الاستسقى ومن سنة الاستسقى أن يقدم الإنسان الذي يضم فيه الصلاح فقدم العباس وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فصعد العباس رضي الله عنه وقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وهذه نواصينا إليك اللهم فأمطرنا فأغثنا فنزل الغث طيب أنا دارك تركز معي بسيط يا أخوانا الناس اللي يقولوا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما الكلام القبل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل جاه الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الجاه معناها اشنو؟ معناها المكانة مش هل مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله انقطعت الزولة اللي بيقول إنه يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يا معناها الرسول صلى الله عليه وسلم جاهه عند ضلا انقطع ولا معنا الصحابة بينكروا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يا أخواننا على أن هذا الإجماع وده من مراتب الأدلة القرآن والسنة ثم الإجماع إن يا أخواننا الإجماع ده دليل على إنه ما بجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب من مسائل التوسل إن يا أخواننا التوسل الذكرناه الأول هو التوسل إلى الله بالطعاد زي التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء بصيام الاثنين والخميس بغيره من الأعمال الصالح النوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح وليس بالرجل الصالح بدعاء الرجل الصالح تقول لي يا زول أسأل لي الله ودأ يا أخوة أنه مش تتخير ما بتتخير أنت أي زول مسلم بيجي معاك الجامع زول أخلاقه تمام عقيدته كويسة وكذا هذا والد يقول لي أدعو لي معاك الله والعلماء قالوا الأحسن أنت تدعو برك لأنه ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دا الأحسن لكن بجوز أنه تقول يا زول أدعو لي الله ما في أشي أدعو لي الله مش تدعوه تقول له والدين الجنة وكذا دا ما بجوز دا كفر بالله النوع التالت وهو التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلا ربنا قال في صورة العراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون كويس تقول يا الله الديني كذا الديني كذا كدعاء الأنبياء ذنون عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقعت في شدة ما تقول لي الصالحين تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في الترمذي من رواية سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال حديكم فايدة في الآية دي فلما مشى في المجلس بعض الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى بعض غرف أزواجه فلاحقه سعد وضرب الأرض برجله ضرب الوطا برجله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعد قال نعم قال ذكرت حديثا وأردت أن تدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذنون وهو في بطن الحوت لم يدعو به مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له الدعاء دعاء الله عز وجل بالإسم الأعظم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لوك فنحد الحديث درواه أبو داود والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن بوريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء فقال لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى مش المزألة وضحت كده في سؤال تاني فضل